بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً هو الموازنة العامة للدولة لا بد أن تظهر موازنة عامة للدولة ببوابها بإراداتها بنفقتها وتعرض على مجلس النواب ليتم الموافقة عليها كانت تلجأ الحكومة السابقة طبعاً قبل 2011 إلى عمل خطة حتى تصدر الموازنة يعني الموازنة أن ينتهي العام الموازنة أن تصدرها في شهر إبريل يتم عمل خطة إنفاق عام خلال الأربعة لشهر حتى تصدر الموازنة وبشفافية وتنشر وتعرض على مجلس النواب الموافقة عليها بعد أربعة أشهر الآن أو قاربنا على خمسة أشهر من السنة وبدأ يعلن نفترض أن نصدر الموازنة لو كان معه خطة للإنفاق كان نصدرها في ديسمبر أو في يناير أنه سننفق حتى نصدر الموازنة لكن الآن يفاجئنا في شهر مايو يقول سوف أصدر لكم خطة الإنفاق والموازنة متى بن مبارك إن شاء الله بعد ما ينتهي العام والعامين إحنا وصلنا إلى مثال أنه يعني عسى أن تنجلي قالت الأيام هذا مبتدأ وهذا عز الدين وهذاك أخيه يعني معين عبد الملك واتضح أنه أحمد بن مبارك هما وجهين لعملة واحدة فقط كنا تفائلنا فيه خير تحركاته يعني أنه أنه وتصريحاته أنه هيعمل شي جديد لكن يبدو أنه لا جديد الآن الذي أعرف أنه هذا تنفقنا من أموال من من أموال أبدكم هي أموال الشعب يعني الآن وحتى الآن وليس من إيرادتهم هي أموال ديون على الشعب اليمني سنظل نسدد ما اقترفته معين حكومة معين عبد الملك إلى عشرين سنة والآن نجد نأخذ عشرين سنة نسدد ما سوف تقترفه حكومة أحمد بن مبارك يعني مشروع الإنفاق هو يسبق موضوع الموازنة العامة للدولة طيب لماذا إذن أقارت الحكومة هذا المشروع؟ هي كما تحدثت تقرير فعلا يعني هو الآن هم لديهم تغطية هو تغطية هو الآن مجرد تغطية حتى الآن لاحظ الصمت المطبق من أعظم مجلس النواب لماذا؟ لأنهم أيضا من النهابين يعني هذه الأموال سوف تنفق عليهم سوف يخصص يعني مبلغ محترم للمجلس النواب سنة يلتزم الصمت النخب الإعلاميين الكل يصمت لماذا؟ لأنه كله ينهب من الشعب فقط لا غير لا إيرادات مع الحكومة مجرد خطة الآن لا يوجد موازنة لا يوجد أبواب أين الحساب؟ المفروض أنه يتم حسبة الشعب بما يتم انفاقه من هذه الحكومة يعني هذه الحكومة أخذت منحة جديدة أم أنها نفس قرارات الحكومة السابقة؟ لا هي كالحكومة السابقة كالحكومة السابقة ولا جديد يعني في الموضوع ظلت خطة انفاق عام لم يقدموا أي موازنة لم يقدموا أي حساب ختامي يتم السحب المكشوف من البنك المركزي الآن نحن أمام يعني وضع مأساوي وننتقد الحوثي على ماذا ننتقد الحوثي؟ عد الحوثي عنده مجلس نواب يقدموا وازنة صح النيس الرياء لكن عدوها لكن أنجاز بخطة انفاق عام يا جماعة الخير اخجلوا لكن إلى هذا المستوى يعني شيء فضيء إذن المحالة الاقتصادية رشيد الأنسي شكرا جزيلا لتواجدك معنا شكرا جزيلا لتواجدك معنا